أكد سعادة السيد عبدالله بن عد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن إطلاق حكومة مملكة البحرين لاستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي يؤكد الحرص على تعزيز وتطوير هذا القطاع الواعد بالمملكة جاء ذلك خلال زيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى شركة ألمونيوم البحرين ألبا بحضور سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيجال خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين المعنيين في الشركة حيث نوها سعادة الوزير بالدور الفاعل والمؤثر للشركات الصناعية في المملكة ومن بينها شركة ألبا في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتعزيز حركة النمو المتصاعد في هذا القطاع الهام وزيادة تنافسية المملكة وفق مبادرات تدعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 وتترجم أهداف المسيرة التنموية الشاملة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخلال الزيارة طلع سعادته على مشروع خط الصهر السادس للتوسع بالشركة وسير العمليات فيه حيث أشار إلى أنه يعد من أهم الأعمال التطويرية التي قامت بها الشركة ألبا وأضحت اليوم أكبر مصهر ألمنيوم في العالم كما جال سعادته في باقي أرجاء المصنع والشركة واستمع إلى شرح توضيحي لكافة مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية اشتركوا في القناة